شخص جامع في نهار رمضان بغير عذر ما حكمه من أفسد صوم يوم من رمضان بجماع عامدا باختياره عالما بالتحريم كأن لم يكن قريب عهد بالإسلام ولا نشأ ببادية بعيدة عن العلماء ذاكرا للصيام فسد صومه وعليه الإثم والقضاء فورا والكفارة وهي عدق رقبة مؤمنة سليمة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكينا ستين مدها